بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء الثالث من الدرس الثالث وهو بعنوان جذور الأعداد الحقيقية في البداية نعرف ما هو معنى الجذر النوني للعدد الحقيقي فلو أن إن عددا طبيعيا 1 2 3 وما إلى ذلك وA وB عددا حقيقيا فإن العدد A يسمى الجذر النوني للعدد B إذا كان A أس إن يساوي B فنقول مثلا ثلاثة هو الجزر الرابع لواحد وثمانين لماذا؟ لأن ثلاثة أس أربعة تساوي واحد وثمانين وهنا يبدو سؤال هل يمكن أن نعرف عدد الجذور الحقيقية للعدد الحقيقي مسبقا؟ نعم في هذه النظرية تقول لنا لو أن إن عددا طبيعيا وB عددا حقيقيا فإن B لا ثلاثة حالات الحالة الأولى أن تكون أكبر من الصفر أو تساوي صفر أو أقل من الصفر وملخص هذه النظرية في الجذور الذي أمامنا في الحالة الأولى لو أن B أكبر من الصفر عدد حقيقي موجب فننظر إلى الأس لو كان الأس زوجي فإن لهذا العدد جذران متسويا في المقدار ومختلفان في الإشارة أما إذا كان فردي كان له جزر واحد فقط فمثلا تسعة هي عبارة عن ثلاثة تربيع وتسعة أيضا هي عبارة عن سالب ثلاثة تربيع فتسعة هنا عدد موجب والأس هنا زوجي اثنين ولا جذران أحدهما ثلاثة والآخر سالب ثلاثة نفس المقدار ولكن عكس الإشار أما مثلا سبعة وعشرين هي عدد موجب أيضا ويمكن كتبته على الصورة ثلاثة تكعيب فالأس هنا فردي وليس لها غير جذر واحد فقط لأن سالب ثلاثة تكعيب تساوي سالب سبعة وعشرين الحالة الثانية إذا كان B يساوي صفرا عدد حقيقي صفرا بغض النظر عن الأس سواء كان زوجي أو فردي فإن جذر الصفر هو الصفر فقط لأنكم كما تعلمون صفر يمكن أن تكتب هكذا صفر تربيع زوجي مثلا وصفر تكعيب سيكون أيضا النتج صفرا فبغض النظر عن درجة الأس هل هو زوجي أو فردي فلاها جذر واحد فقط في الحالة الأخيرة إذا كانت B أقل من الصف أي عدد حقيقي سالب مثلا سالب سبعة وعشرين تجد أنها عبارة عن سالب ثلاثة تكعيب فالأس هنا فردي ولها جذر واحد فقط فإذا كان الأس فردي كان لها جذر واحد فقط ألب وهو سالب ثلاثة أما مثلا سالب أربعة لا يمكن كتابة هذا العدد على شكل عدد مثلا أس إن حيث إن عدد زوجي لا يمكن أن تكتب عدد سالب على شكل أس زوجي فلا يوجد في R جذر لهذا العدد ولكن قد يوجد في مجموعة الأعداد التخيلية وهي خارج نطاق هذا الملهق ترجمة نانسي قنقر